أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم خلال الفترة القادمة العمل على تكسيف التواجد بالمقرات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة سواء في رئاسة مجلس الوزراء أو مختلف الوزراء جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع وزراء الإسكان وعدد من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة شهد الاجتماع كذلك استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات الحي الحكومي والتوقيتات المستهدفة للانتهاء منها فضلا عن التطرق إلى المعاوقات والتحديات التي تواجه عملية التنفيذ ومقترحات التغلب عليها